التقى سعد الشيخ هشام بن عبد الرحمن الخليفة محافظ محافظة العاصمة رئيسة وأعضاء غرفة تجارة وصناعة مدينة سان بيترسبرغ الروسية سيد فلاديمير كاتينوف مطلعا الحضور على حرص مملكة البحرين وبشكل دائم على فتح أفاق جديدة في المجالات الاقتصادية والاستثمارية والاستفادة بشكل حثيث من الخبرات العالمية جاء خلال كلمة ألقاها المحافظ أمام رئيس وعضاء غرفة تجارة وصناعة مدينة سانت بيترسبرغ الروسية وأشرح سعادته للحضور تمتع البحرين بجملة من التسهيلات والمحفزات لرأس المال الأجنبي مستفيدة مما لديها من بيئة تنظيمية وتشريعية متقدمة ومستقرة تمتاز بالشفافية والجاذبية وأشار إلى التنوع الاقتصادي الذي تزخر به مملكة البحرين إذ من المتوقع أن يسجل القطاع غير النفطي دموا بمعدل 4.6% هذا العام مما يعكس قدرة الاقتصاد الوطني على مواصلة النمو وخلق فرص العمل بالإضافة إلى تمتع البحرين بقاعدة من المؤسسات المالية ذات الخبرة التي تزيد عن أربعة عقود والتي تضم 415 مؤسسة مالية جعلت من المملكة مركزا ماليا مرموقا للخدمات المصرفية على مستوى العالم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر